أقيم حفل الزفاف منذ عدة أيام وتم تسجيل ثمانية حالات مؤكدة بفيروس كورونا من حفل الزفاف القوات الجيش العربي وسلاح الهندسي قاموا اليوم بتعقيم وتطهير مكان الزفاف لا يزال الآن المستشفى الملك عبد الله يعمل على تحليل وتقديم التحليل الطبية اللازمة لكل مراجع له وخاصة من خارطه العروس أو أهل العرس الآن معنا الدكتور محمد الغزو للحديث عن الإصابات عن الإجراءات التي تقوم بها مستشفى الملك عبد الله بهذا الخصوص مساء الخير دكتور مساء الخير ومساءنا فيه دكتور تتحدث لنا عن الحالات اليوم كان فيها كل يوم فحوصات ظهرت قبل قليل تتحدث لنا أيضا عن الإجراءات التي تقوم بها المستشفى بخصوص توقع عن عدد خارطه العريس أو عدد خارط تم دعوتهم الحفل الزفاف يعني كبير شوي ممكن تحدثنا بشكل مبدأي بداية عن النتائج المخبرية اليوم أنا في البداية بدي أشكركوا في قناة رويا وأشكركوا المشاهدين جميعا بالنسبة للحالات اللي كانت عندنا منبارح كان عندنا سبع حالات منهم خمس حالات كانوا من المخالطين في الحفل ظهرت النتائج قبل قليل وكل هذه النتائج كانت سلبية والحمد لله يعني أنتوا الآن النتائج طلعت سلبية للتنفحصهم من يوم أمس إلى اليوم نعم نعم كل النتائج كانت سلبية طيب وبالنسبة للمصابين المصابين عندنا موجودين حاليا في وحدة العزل وحالتهم الصحية الحمد لله مستقرة وفي منهم اثنين حالتهم عندهم حرارة شوية بس الحال الحمد لله مستقرة طيب دكتور بالنسبة للمواطنين بيراجعوا مستشفى معك عبد الله إجاء الفحص إيش إجراءات المتخذ معك أو إيش الإجراءات التي تتخذوه حتى تعتبروا أن هذه الحالة تحتاج إلى فحص أو لا كل الحالات المخالطة مننصح أنه إذا ما عندهوش أعراض كل الحالات المخالطة إذا ما عندهوش أعراض مننصحهم أنهم يظلوا بالبيت ويعملوا حجر منزلي لمدى السبوعين أما الحالات اللي بصير عندهم أعراض الفلوانزة مثل حرارة صداع ألم في الحلق ضيق في التنافس مننصحهم أن نراجع مستشفى الملك المؤسس قسم الطوارئ ومنهم ندخلهم على وحدة الحجر ومنعملهم فحصات اللازمة وإذا طلعت سلبية منروحهم نقولهم كم الحجر في البيت طيب دكتور بالنسبة لوقت الفحصات هل هناك بقيه هل المستشفى الآن ينتظر نتائج فحصات أخرى ولماذا لا يقوم مستشفى عبد الله بإجاء هذه الفحصات داخل المستشفى من اليوم بدأنا نعمل إجراءات الفحص داخل المستشفى الملك المؤسس وإن شاء الله منهم رايح كل الفحصات ستجرى عندنا سنجري الفحصات في الساعة العاشرة صباحاً وفي الساعة السابعة مساء يومياً طيب دكتور هل هنا هل المستشفى ينتظر نتائج معينة نتائج فحصات أخرى؟ حالياً ننتظر نتائج حالتين وإن شاء الله بتكونوا سلبيات من غير المقالطين من الحفل طيب وبالنسبة للمترة ممكن يطلع النتائج هاي؟ المتوقعين خلال الساعتين إن شاء الله طيب دكتور هل هناك أمور معينة تحكم عليها كأطباء أن هذه الحالة تحتاج لفحص كورونا أو لا تحتاج لفحص كورونا؟ تعفل التخوف منتشر بين المواطنين؟ نحن في عندنا معايير معينة إذا كان الإنسان القادم لقسم الإسعاف والطوارئ إذا كان مخالط أو عنده أعراض المفلونزا وعنده من السير المرضيين وخالط ناس مصابين فهيظن الناس نحاول نبحثهم داخل المستشفى طيب يعني هناك يقال أنه عشرات أو حتى الرقم يصل لمئات اللي شاركوا بحفل الزفاف بتحب بتوجه لهم رسالة خاصة أنه الآن ثمن حالات مؤكدة في فيروس كورونا؟ نحن نحاول يعني رسالتنا إليهم أنهم حاولوا يعملوا حجر منزلي بحيث أنهم لا ينشر هذا الفيروس لناس آخرين وإن شاء الله بتكون حالتهم سليمة إن شاء الله أما أن الحجر المنزلي في مثل هذه الحالات ضرورة جدا من أجل الوقاية من هذا الفيروس أنتوا بتستقبلوا على مدار الساعة أي شخص بشك أنه فيما يمعوا فيروس كورونا راجع مستشفى منك عبدالله؟ نحن أي شخص عنده أعراض انفلونزا عنده حرارة عنده صداع وخالط أناس عندهم سيرة مرضية أنهم كانوا مصابين ننصحهم نراجع مستشفى الملك المؤسس قسم الطوارئ ندخلهم نعملهم محاجر ونعملهم العينات للأزمة وكم تأخذ نتائج الفحص؟ الآن أنت بتتحدث أنه سيقوم مستشمالك عبدالله بإجراء الفحصات داخل المستشفى وخراج النتائج داخل المستشفى حوالي أربع ساعات ثلاث ساعات ونصف أربع ساعات باستغرق عملية الفحص لماذا غدا؟ لماذا لم يكن في الأيام السابقة؟ لأنه لم يكن لدينا الكت اللازم لعملية الفحص حتى قدرنا نحصل على هذا الكت بدلا بالبحث عننا أما المعدات والأجهزة كلها متوفرة في المستشفى الملك المؤسس أخيرا دكتور هناك شائعات كثيرة منتشرة عن وجود حالات عن ازدحام بالمستشفى تحب توجه الرسالة لأخوة المواطنين؟ بالنسبة للإزدحام ننصح كل المواطنين أن يبتعدوا عن مناطق الإزدحام لأن الإزدحام هو من الوسائل التي تنقل الفيروس الكورونا بسهولة فكلما بتعد الإنسان عن التجمعات وعن الاكتظاث كلما قلت نسبة الاصاب بهذا الفيروس مثل اليوم خففنا من عدد الحالات التي تراجع العيادات بحيث نخفف الاكتظاث داخل العيادات خففنا العمليات الغير طارية بحيث نخفف من زيارات المواطنين للمستشفى وصير عندنا احتكاك مع المواطنين مع إعلان الحكومة حزمة إجراءات كبيرة غدا بالنسبة للمراجعين واللي عندهم عمليات؟ اللي عندهم عمليات مبرمجة يفضل أن نأجيرها لكي نحاول نقاوم هذا الفيروس ونحتويه ونتخلص منه أما بالنسبة للعيادات ووصفات العلاج فالمريض سيقدر يراجع العيادة إذا كان مضطر وهناك موجودين طباء ومساعدين نستقبلهم ستستمروا باستقبال المراجعين للحالات الطارية؟ الحالات الضرورية والطارية شكرا دكتور هذا هو رصد بشكل كامل للمجريات في مستشمال ملك عبدالله كما تحدثنا كان هناك حفل زفاف تبين أن ثماني مصابين من حفل الزفاف هناك مصاب تاسع قدم إلى الأردن منذ فترة وتبين إصابته في فيروس كورونا المستشمال ملك عبدالله أجرى حوالي 27 فحص طبي تبين أنهم غير مصابين وتم إعادتهم إلى منازلهم ولا يزال الدكتور يوجه نصائح إلى من خارط سواء من حفل زفاف أو مصابين بالعزل المنزلي